وفيه برضو نقطة قبل ما أخش أو أكمل لأن بعض التعليقات اللي كانت موجودة يعني أنا على فكرة أنا بتابع جدا تعليقات اللي بتتكتب يعني بعض الناس بيقولك إحنا مش هنقعد بقى نتحجق بالضغط واللعيبة منهكة والكلام ده كله لا معلش حضرتك لو قارنت اللي بيحصل عندنا بأي دولة في العالم أو أي بطولة في العالم بتجرى هتلاقي إن الموضوع مش كده أبدا يعني فعلا فعلا الضغط اللي عندك على اللعيبة في مصر قارن ده بأي دورة تانية أو أي بطولة تانية في أي نادي في العالم أنا بقول لحضرتكو بتحدى أي مكان في العالم مش هتلاقي اللي بيحصل عندك فطبيعي إحنا لعبتنا بشر في الأول في الآخر اللعيبة دول بني أدمين دول مش مكان فما فيش كده يا جماعة ما فيش كده أنا ما بقولش إن ده عزر ومش طالع أقول يا جماعة لأ عادي وإن بطولة تروح ومش مشكلة الكلام ده مش حقيقي بس في نفس الوقت أنا لما أجي أحلل برضو أدي منطق لتحليلاتي لكن الموضوع فعلا صعب إصابات تاني إحنا كل موسم بندخل نقول يا رب ما بقاش فيه إصابة كل موسم بيبقى فيه إصابات أكتر من اللي قبلية وضغطة أكتر من اللي قبلية بس الصورة لازم تبقى واضحة قدام عينينا وإحنا بنحكم أو إحنا حتى بنجعل ده المطلب الوحيد يعني برجوه من حطاراتكم